سلام عليكم أصدقائي أنا السيزار وبرحب فيكم في قناتي السيزار ريفيوز أهلا وسهلا بالجميع يعطيكم ألف عافية وفيديو جديد إخباري وأخبار تقنية لكن قبل ذلك نتذكر أهلا في فلسطين أهلا في غزة لسه صامدين ولسه متحملين كل إشي أشياء أنا بفكر أو بحاول أحط حالي محلهم بقدرش أتحملها فعليا حشان هيك أنا ما بقدر أنساهم ما بقدر بفكر أشياء كل يوم والحمد لله بحاول أعمل أشياء تعمل يكون في لها تأثير مش تقليل من العمل ولكن تقصير تقصير فبنجعي رب العالمين أن الله يهدي بالهم ويفك عنهم هذا الظلم آمين إذا كنت تبحث عن هاتف مضاد للصدمات هاتف فعليا ما بينكسل لو يقع منك مرة ومرتين وعشر وعشرين هاتف يتحمل الضغط وبدك يا من الشركة تكون يعني أنت بالنسبة لك مقبولة وبتحبها يا شركة زي مثلا سامسونج سامسونج تقدم سلسلة اسمها الـ X-Cover وهي أعلنت مؤخرا عن الـ X-Cover 7 هذا الهاتف شوفه هو موجود بالصين وبالهند بعرف شوين كمان يباع ولكن ممكن نلاقيه بعد فترة على أمازون الإمارات مبدئيا هذا الهاتف يتحمل الصدمات أنا ما بحكي أنه أقوى هاتف في العالم من نحته ده أكيد لكن هذا هاتف يتحمل الصدمات شوف شو يملك عنده معيار IP68 يعني مقاوم ماء وغبر عنده معيار MILSTD810H هذا معيار بيستخدمه في الجيش مقاوم للصدمات فرح يقع منك حتى تصميمه غير الشكل ما فكروا هون بجمال الجهاز ففكروا كيف أنه الجهاز لو وقع يتحمل الصدمات بالذات من الحواف ومن الزوايا عليه شاشة LCD صحيح لكنها محمية بكونين جوريلا جلاس فيكتوس بلس يعني واحدة من الحماية العالية بس برضو مثلا مش نفس الحماية اللي بتقدمها هواوي أو آنر يعني أنا هاتف آنر دقيت فيه بسامير لهالدرجة هاي وما انكسرت فأتمنى سامسونج تعطينا إشي زي هيك المعالج دايمن سيتي 6100 بلس معالج من الفئة المتوسطة وأقل شوي البطارية 4050 معرفش ليش هيك بطارية صغيرة صراحة كثير صغيرة اللي فاجأني أكثر الشاحن 15 واط يعني أوكي أنا بدي هاتف ما يتكسرش بس على الأقل أعطيني بطارية زي العالم والناس وشحن السعر في الهند 325 دولار هل أنت مستعد تدفع هيك مبلغ ولا تشتري مثلا آنر الـ X9A أو 9B اللي بيتحمل برضو الصدمات وشكله فخم جدا عنده شاشة مرتبة عنده كاميرا برضو مرتبة وبطارية وشحن ممتاز بروح للآن تسريب لهاتف الـ Nothing Phone 2 أول شيء اللي بدي أحكيها الشكل حلو الشكل الشفاف جميل ولكن يبدو أنهم بدهم يتخلصوا من الـ Glyph اللي هي الإنارة هاي الـ LED هيك التسريب بيحكي فأنا بفكر في الموضوع أنه اللي جذب الناس للـ Nothing Phone أول إشي الـ Glyph اللي هو هاي الأنوار الـ LEDs التصميم وبعدين السوفتوير فهم بدي يتخلوا عن هاي الشغلة وحيتخلوا أيضا عن الشحن اللاسلكي شكله جذاب نعم لكن السعر اللي تم التسريب فيه أنه ممكن يكون سعره 400 دولار طبعا أنا 400 دولار بأخذ الـ Nothing Phone 1 وعنده مواصبات صراحة أجبتني على كل حال الشاشة حتكون 6.7 إنش آمولد بتردد 120 هرتز المعالج سيكون الـ Dimensity 7200 معالج شفناه كثير بالهواتف المتوسطة القوية السعات رح تبدأ 128 مع 8 جيجا بايت رام وفيه كاميرا SZ 50 ميجا بيكسل بسعر 400 دولار إذا ثبت أنه هذا هو السعر هل رح يجذبك هاتف Nothing؟ احكيلي يبدو أنه شركة نوكيا ماتت للمرة الثانية أو الثالثة والله ما نعرف بس يعني شكله بدأ تموت الشركة أنا يعني شركة نوكيا لا أحمل في قلبي لها غير المحبة والاحترام ولكن من يوم ما أخذتها HMD اللي هي Human Mobile Device الشركة الصينية أتوقعت أنه ترجع لأنه بلشت تشتغل بشركة نوكيا وهواتف نوكيا وتعطيناها هواتف ببراند نوكيا الشركة حكت بفيديو إلها أنه حنشوف أجهزة براندد أز HMD يعني حنشوف هواتف من هاي الشركة باسمها التليفون أو التابلت ما رح يكون عليه نوكيا حيكون عليه HMD يعني حتتخلى عن نوكيا فأنا هذا بعتبره الموت للمرة الثانية لنوكيا للأسف بس برضو بتضل خطة ال HMD إنها تصنع هواتف مسلية قوية ورخيصة ففي شي جديد أنا أتمنى إذا بتتصنع هواتف يعني أنت شايفي كيف السوق إذا بدك تضلك تركزي على الفيتشر فونز اللي هي الهواتف اللي مش ذكية وتبيعي في أفريقيا وأندونيسيا ومش عارف وين يمكن هذا مش شي مناسب أتمنى نشوف أشياء منافسة يعني هاي Nothing Phone قاعد بيدخل على المنافسة وهو شركة لحاله صغير معالج صاروخي من ميدياتك فعليا حيكون صاروخ هذا المعالج تم تسريب بعض المعلومات عنه هو اللي سلم يخرج اسمه Diamensity 9400 هذا حيكون منافس قوي لسناب دراجون ثماني الجيل الرابع عاكن حتى تذكروا Diamensity 9300 يعني هو برضو معالج جديد أداء عالي حتى تركيبته كانت مختلفة يعني كان يتكون من أربع أنوية من الكورتكس الأكس فور وهذا ما في معالج متركب زيه فأداءه كان دايما عالي عنده حرارة نعم لكن أداء عالي تركيبة الجديدة حتكون مختلفة حتعتبد على نواة أساسية من كورتكس الأكس فايف هاي لسه ما أعلنوا عنها بس حتكون في هذا المعالج وثلاثة أنوية من الكورتكس أكس فور عن جد غريب وباقي الأنوية الأربعة الكورتكس الأي 720 كل هاي الأنوية أخوان مصممه للأداء العالي وفعليا في تسريبات لفحص الأي أنتوتو جاب أرقام كبيرة المهم اللي حكي عن هاي المعلومات السي اي او تبع شركة ميديا تيك وعلى أغلب حنشوف الام دابليو سي السنهاي يمكن يشوف هذا المعالج أو إعلان عن هذا المعالج وهذا المعالج حيكون مبني بمعملية ثلاثة نانومتر والخبر الجديد حكاه السي اي او أنه اللي حيصنع هذا المعالج تي اس ام سي فتوقع أداء عالي وجودة عالي وآخر شغلة يبدو أنه حيكون في تعاون ما بين ميديا تيك وانفيديا بحيث يصنعوا الجي بيو كارتي الشاشة لهذا المعالج حنشوف جي فورس مع معالجات ميديا تيك تخيلوا تيجيني أسئلة كثير عن شركة تي سي أل فانا قلت بدي أعمل ري سيرش عن أجهزتهم وكيف مواصفات الأجهزة واخدت اكزام بالآخر جهاز بدهم ينشروه قريبا اسمه تي سي أل خمسمية وخمسة رح يعلنوا عنه في الام دابليو سي فانا فكرت انه حيكون يعني اشي قوي جدا اسمعوا المواصفات شاشة LCD HD يتردد 90 هرتز معالج هيليو جي 36 مع ماريتو 12 نانو متر في حدا لسه بصنع هيك أشياء وبصنع هواتف وبيعها بالطريقة هاي البطارية خمسة ألاف وعشر تمام لكن الشاحن الشاحن السريع عاشروات يعني مو شاحن سريع انا بصراحة اتفاجأت وروحت عملتلي كمان بحث مفصل عن هاي الشركة إلا ما يكون فيه هواتف قوية بصراحة وجدت هواتف أبدا مش قوية يعني احنا على الأقل في بلادنا في عنا تيكنو عنا انفينيكس بالهواتف نسميها الاقتصادية قاعدين بيتفوقوا وبيعطونا أجهزة عن جد قوية وبتتحسن أجهزتهم يعني اللي يجرب تيكنو أول ما بلشت وبيجربها اليوم بيحس فيه فرق أكيد لسه فيه مشاكل أكيد لسه الشركة يعني تعتبر يعني مش منافسة لسامسونج أكيد ولكنها تتطور ذكروا شاومي أول ما بلشت كيف صارت أنا بشوف تيكنو كمان وإنفينيكس هيك يعني بيصعد وصعود إيجابي تسريبات عن هاتف سامسونج القاتم القاتم؟ مش القاتم يا أخوان القادم الجالكسي A 55 يعني أنا كنت متوقع أشوف إشي قوي وجديد بعد ما شفت البعض التسريبات بقدر أحكي لكم بهدوء إنه ما في إشي جديد يعني زي ما سامسونج عامل بس لا سامسونج مثلا بنسخة الألترا أو نسخة الجالكسي S يمكن ما غيروا ديزاينات زي ما تشفتوا إلا شغلات خفيفة ولكن في أشياء أضافتها قوية خلت الجهاز قوي أنا بستخدم حاليا الـ S14 Ultra جهاز رائع يعني حتى لما بدي أعمل عنه مراجعة مش عارف وين أذمه مش عارف لأنه جهاز عن جد رائع حتقول لي بتطبل لسامسونج لا والله مش بطبل والله ما بطبل والله اشتريته بفلوسي حتى الأجهزة إخوان هذا شريه بفلوسي الآيفون شريه بفلوسي في أجهزة ثانية باشتريه بفلوسي وأجهزة ثالثة بتجيني من الشركات بعاملوا بنفس المعاملة بس مش عارف لش بعض الناس يصر إنه أنا مطبل أنا بدي أحكي كلمة الحق بأفضل طريقة ممكن لأنه مش إنت اللي بتك تحاسبني ولا الشركة وصراحة ما بهمني رأي الناس أو رأي الشركات فيه بهمني على الأقل إني أرضي رب العالمين لما أعطي رأيي فأنا حتى تعبت من موضوع إنت مطبل 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 لآيفون مرة بيقولولي مرة بطبل لسامسونج مرة مطبل لهواوي يعني أنا جد متعب الموضوع يعني أنتوا ما بتعرفوا قديش موضوع صعب إنك تحكي رأيك في الانفايرومنت اللي إحنا فيها إنك تحكي رأيك بحرية مطلقة صعب فعلى أقل قدروا هذا الموضوع إني أنا بحكي رأي يعني سامسونج فكروني الناس بدي أطخ عليها لا بطخش عليها بحب أجهزتها وبحب أجهزة وبحب أجهزة أبل بس يعني بحب أندرويد أكثر من أبل بحاول أنا بكون ما أكون مطبل بكل بساطة أرجو أن كنت تحترموا هذه الشغلة نرجع للتلفون التصميم نفس الجالكسي A54 ما في تغيير أبدان عندهم عيار ip67 الشاشة السوبر آملود 6.5 إنش بدرد 220 هرتز المعالج الجديد إكزينوس 1480 بدل إكزينوس 1380 بعرفش عن معالج هذا إشي كثير بس مش حاسه حيكون فرق الاكزنوس 1380 ما كان بالفئة السعرية اللي حطين فيها هذا السامسونج افضل معالج بالعكس بحسه بالمرتبة الرابعة او الخامسة لم يكن افضل معالج وهذا الاكزنوس الجاي برضو مظنش حيكون افضل معالج وعنده كاميرا اساسية 50 ميجابيكسل والحساس واحد على 1.56% انش نفس الكاميرا الموجودة على ال 54 اللي عجبتني فيعني صحيح فيش تشديد بس انا عجبتني الكاميرا يعني هاي بعتبرها نقطة ايجابية البطارية 5000 نفس الشيء والشحن السريع 25 واط نفس الشيء ففعليا ما في تغيير فواضح انه سامسونج عنده توجه توجه تعطيك نفس الدزاين تغيير بسيط ولكن التجربة تكون مختلفة فممكن يشوف الذكاء الاصطناعي اكثر بالهاتف هل انا باستخدم الذكاء الاصطناعي مع الجالكسي هون يعني اقعب بجرب فيه بحس حالي مثلا موضوع circle to search اعمل دوير عشان تبحث حاسها ممتازة موضوع اني اضبط الصور بالذكاء الاصطناعي لا مش كتير حابها مع انه بعض الصور بيكون فيه انعكسات مثلا بيشيلها بس انا من الناس old fashion school بحب لما اصور صور الى نفسي مش احطها عشان المراجعة لا صور المرتبة بحب انا اطعب على الصورة واطلع صورة حلوة مش بس تشك وخلصنا فيمكن الذكاء الاصطناعي ما رح يكون مناسب الي بالنسبة للسعر يعني هاي تسريبات اكيد الآن ما في سعر فشرعكم بالجهاز الجديد شركة فيفو يمكن بعتبرها شركة مظلومة لانها بتقدم هواتف رائعة بس حساش الى وجود عنده هواتف فلاكشوب خرافية وحتى الهواتف المتوسطة ممتازة عندها سلسلة سلسلة الفي انا جربت من سلسلة الفي يعني ثلاث اجيال او اربع اجيال حاليا فيه فيفو في ثلاثين سيتم اطلقوه او سيتم اطلقوه شكله حلو عنده مواصفات حلوة بس اسا بعرفش السعر خلينا احكيكم عن بعض المواصفات سماكته 7.5 مليمتر عنده معيال IB54 عنده شاشة 6.78 مليمية انش امولد بترده 120 هرتز والجميل فيها سطوع 2800 نيتز يعني زيك انه فلاكشوب نوعا ما والمعالج ممتاز جدا سناب دراجون 7 الجيل الثالث اعتقد راح تاخد اداء محترم ياربا يكون سعر الجهاز غالي لانه هذا المعالج اعتقد سعره غالي معماريته 4 نانومتر الكاميرا الاساسية 50 ميجابيكسل الفتحة F1.9 عادية الحساس 1 على 1.55 مليمية انش بالعادة هاي السلسلة بتحمل كاميرات يعني كل الاجهزة اللي جربتها في هاي السلسلة كانت كاميرات مفاجئة التصوير حلو هذا الجهاز عنده ثلاث كاميرات 50 ميجابيكسل الاساسية والكاميرا العريضة وكاميرا السيلفي فهذا ممكن هذا يكون اشي برضو ميزة متقدمة اليه اما البطارية فهي 5000 مليامبر ووتيز ممتاز والشحن 80 واط والشكل جميل فخامة اتمنى يكون سعر مرتب شرعكم بالاخبار التقنية شرعوا تكونوا استمتعتوا يعطيكم الف عافية بشوفكم في فيديو قادم الى اللقاء